موسيقى مرحبا أعلنت اليابان أنه تسربت كمية كبيرة من المياه الملوثة من محطة فوكاشيما النووية وممكن أنه بعض منها المياه الملوثة يوصل للمحيط الهادي وهي ده تسرب للمياه الملوثة بقل من شهرين وهالشي كتير خطير وإن شاء الله ما يأثر سلبا على صحة الناس خصوصا السكنين بالمناطق القريبة للمحطة وبالعود لطأسنا طأس خريفة متقلب دثمية ومسيطرة على لبنان والحوض الشر إلى البحر الأبيض المتوسط حرارة معتدلة على السحل ومنخفضة بالمناطق الجبالية أما الرتوبة عالية على السحل هوا متوسط السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة 123 درجة اليوم طأسنا باللبنان قليل غيوب مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي عم تراوح ببيروت بين 16 و30 وفوق الجبال بين 13 والعشرين وبالأرض بين 14 و24 درجة وبجنوب بين 12 وال21 درجة وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية ومنبدأ مشوارنا من عكار 15، ترابلو 26، جبال 26، إذن على الساحل بيروت 30، صيدع 27، وصور 26، بنت جبال 23، نباطية 23، بيت الدين 24، وبرمنا أيضا 24، زحل 22، بعلبك 19، وبتنتهي جولتنا بالهرمل 24 درجة بالنسبة للرطوبة بتراوح بين 45 و70 درجة حرارة سطح الماء 23 درجة وسرعة ريح بين 10 و30 كمات بالساعة وريح شمالية شرئية أما كيف رح يكونوا التقس اليوم واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوى الخميس بين 16 و30 والجمعة بين 14 و28 ونهار السبت بين 13 و27 درجة وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالبية فإذا نعمى 23، الكويت 25، ومن بعد القاهرة 26 درجة، وبتنتهي جولتنا بروما 19 درجة وهيدا كان جونا بس خليكم معنا لاتبعوا آخر أخبارنا